جالي رسال كتير من المتابعين ان بيقابلهم مشكلة في موقع ليوناردو لما بيجي يفتح موقع ليوناردو بيقابل المشكلة دي سواء هيدغط على لانشئاب او لو كان مسجل بحساب مؤقت هيظهر معايا الرسالة دي والرسالة دي معناها ان هو تم حذر الايميل بتاعك على موقع ليوناردو لانك استخدمت ايميل وهم وده معناه ان الموقع لم يعود يستخدم او يعترف باي ايميلات وهمية وفقط يستعين بالاميلات الرسمية زي الايميلات من جوجل او ايميلات رسمية زي قبل كل الايميلات دي لكن في ناس عاوزة تعمل حساب جديد طالما ده تقفل فلما بيجي يعمل حساب بيضغط على بيفتح معاه نفس الرسالة ازاي بقى نزيل الرسالة دي ونقدر نستخدم موقع ليوناردو ونعمل حساب جديد عليه وده موضوع حلقة النهاردة قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة فعل زي الجرس علشان تشوف كل فيديوهاتنا القديمة والجديدة ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك عشان نحل المشكلة دي عايز اقول لك ان الرسالة دي بتظهر لان الموقع فاتح هنا بالايميل اللي انت سجلت بيه اللي هو الايميل المؤكد طبعا الايميل المؤكد ده بيبقى مثلا زي الايميل الخاص بموقعتين او مهمة او الحاجات دي كلها عشان ارجع تاني قدر اسجل حساب في الموقع فانت في اكتر من حل اسهل حل هو انك بتروح على بيانات المتصفح وتعزفها ازاي ممكن ده اي متصفح بتستخدمه سواء كان كروم او او اي 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 دي بيبقى فيها دايما لما بتدخل عليها ايا كانت طريقة اللي انت هتدخل عليها منها بيبقى في حاجة اسمها لما بتدخل على بتلاقي حاجة اسمها تاني بتفتحها فبيجي يتلاقي عندك خاصية او ازالة بيانات المتصفح ايا كانت الطريقة اللي انت هتفتحها بها المهم ان انت توصل لدي اول ما تضغط عليها بالشكل ده هتفتح عندك هنا مربع زي ده بيقولك انت عايز ايه لجراء اللي تعمله انا بقول له اي كوكز واي سايت ديتا شيلها يعني اي بيانات للموقع احزفها فاي طايم هنا طبعا بيجيب لك الاوقات بقول له كل الاوقات اوكي فبعلم عليها بالشكل ده مش محتاج ان اعلم على البقين انا كفية عليها ده بعد كده بضغط عليها وهارجع تاني على الموقع اضغط عليها على طول هيفتح معي الصفحة الخاصة بالتسجيل عندك هنا دلوقتي متاح لك ان انت تسجل بحساب قبل او جوجل او مايكروسوفر فيه ناس بيتقابلها مشكلة ان هي لما بتيجي تعمل حساب جوجل بيزهر معك ان هو بيطلب رقم تليفون فانت عشان تعمل اكتر من حساب جوجل فمش هتقدر تستخدم كل الكيميات ديت من رقم التليفون طب ايه الحل? الحل هو انك تقدر تعمل حساب بدون ما تسجل رقم تليفون باستخدام الهاتف لو هتعمل حساب جوجل او جيميل على الهاتف مش هيتطلب منك رقم التليفون لكن لو هتعمله على هيتطلب منك رقم التليفون. فلو انت قدرت تعمل ده على الهاتف بكل بساطة هيبقى معاك حساب آآ جوجل تقدر تستخدمه عادي جدا في ان انت هتسجل حساب على الموقع. وده كده تحلل مشكلة الرسالة اللي بتظهر للناس اللي هي المشكلة دي. خلاص كده معاش المشكلة دي هتظهر حتى لو عملنا تاني هتظهر معا نفس الصفحة بالشكل ده. وبكده يبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة فعل زجارة علشان نشوف كل فيديو هاتنا في النهاية السلام عليكم